بشكل عام كل من تجاوزوا ثلاثة أشهر من حصولهم على جرعتهم الثانية إذا حصلت إصابة ففي الغالب بإذن الله ستكون طبعا مع وجود المستويات المناعة بدون أعراض أو أعراض خفيفة ويسيرة وبإذن الله ستحمي من المرض الشديد أو الحاجة إلى رعاية طبية متقدمة بإذن الله وهذا من أهم فعالية الحصول على اللقاح لو وقعت الإصابة فبعد التعافي منها مباشرة مدام مرة ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية يستطيع مباشرة الحصول على الجرعة التنشيطية